مدينة صديقة للبيئة وانت بتنشئ مدينة جديدة دايماً الدولة خلال الفترة الأخيرة بتراعي دائماً البعد البيئي لأنه مهم جداً مدينة صديقة للبيئة يعني بنسعى نحو الاستدامة يا جمال صحيح يا شازلي يمكن يعني محتاجين نعرف هل تأسيس مدينة صديقة للبيئة ده ترفيقه والأساسيات لازم تكون مختلفة ولا لا فكرة كمان أن تكون مدينة بتطل على ساحل هل ده بيبقى أصعب ولا لا بيبقى لها مناخ خاص وبيقى لها عوامل مختلفة خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور بحمود شرعان أستاذ مساعد قسم الهندسة البيئة بالجماعة المصرية اليابنية العلوم والتكنولوجيا صباح الخير على حضرتك يا دكتور روانا صباح الخير صباح الخير على حضرتك في البداية خلينا نبدأ بالسؤال حضرتك من المقدمة فكرة أني أنشئ مدينة صديقة للبيئة هل ده التأسيس أو الترفيق بيختلف عن أي مدينة أخرى أو لا فكرة أن تكون مدينة الموقع نفسه أن هي مدينة ساحلية بيختلف حتى عن ترفيقها كمدينة صديقة للبيئة ولكن غير ساحلية ولا لا في البداية أحب أتكلم من كلمة صديقة للبيئة ده مفهوم واسع جدا واسع النطاق لكن قالت النطاق نفسها تكاد تكون محددة أنا أريد حاجة صديقة للبيئة معنا كده أن أنا بتكلم أن يكون الأثر البيئي أقل ما يمكن إن لم يكن صفر فبالتالي مراحل بناء مدينة صديقة للبيئة بتبدأ من مرحلة التخطيط أنا قررت أخطط المكان اخترت الموقع بعد ما اخترت الموقع ببدأ في مرحلة التصميم الابتكاري واللي بيشمل معنا مراحل متعددة وطبعا آلية التنفيذ وآلية التشغيل لحد ما وصل الآخر خالص إن أنا بقى عندي مدينة جاهزة إن أقدر أقول أو أحكم عليها إن دي مدينة صديقة للبيئة بالتالي أنا اخترت الموقع مدينة العالمين بتنتهز بموقع متميز على الساحل الشمالي الغربي إحنا بنتكلم في 12 كيلو متل من الشواطئ من الشواطئ الخلابة يعني يبتدي ميزة نفسية أكتر بنتكلم خلاص إحنا قلنا الموقع اخترناه قلنا التخطيط بتاعنا التصميم تصميم المدينة وتصميم البحيرة الصناعية اللي بتجهو المدينة كل التصميم ده أو معنى صح اختيار المبادئ المبادئ بتاعة الماتيريال نفسها اللي بنصمم بيها الخمات كل الكلام ده بيطفو علينا يعني إن أنا أبصل لحاجة أسمعها صديقة للبيئة طيب عظيم جدا كلمة مدينة خضراء ممكن البعض يربطها بالتشجير في المدينة هل هو فعلا كده يعني فيه نسبة تشجير عالية في المدينة؟ هو كلمة صديقة للبيئة من ضمنها إنه يبقى فيه مستطحات خضراء واسعة المستطحات الخضراء دي بتضافها للمنظر الجمالي وطابع الجمالي للمدينة دي بتدي يعني حاجة ليه علاقة كده في التصميم منطوع العمارة المستدامة دايما بيحب بيبقى فيه مستطحات خضر أكتر متنفس ده بالزبط كده منتنفس ومنظر جمالي ده غير إنه هو بيأثر على درجات الحرارة الداخلية التصميم بتكاري المدينة كمان مش بيشمل بس إن أنا مجرد مواد خرصانة أو مواد ماتيريا أنا بحطها بابني بيها منشأ بالعكس أنا المواد نفسها لازم اللي بيستخدمها يكون لها أقل أثر بيئة ممكن بنبدأ من حالة مثلا مياه الشرب مياه الشرب اللي هتوصل للمواطن الموجود للسائح الموجود المياه دي بيتم عادة تدورها واستخدامها سواء في رأي مستطحات الخرق أو غير كده كذلك لو بنتكلم التخلص من نفايات سواء نفايات صلبة أو نفايات سائلة أنا مش بس بكتفي إن أنا بتخلص من نفايات بطريقة أمنة دي أنا كمان بعيد استخدالها لسي بعيد استغلالها وإن أنا أقدر أحصل منها على منتج أستخدمه طيب حضرتك شايف إيه دلالات إطلقنا على مدينة العلمان الجديدة إنها مدينة صديقة للبيعة أو مدينة خضرة حضرتك كلمت يمكن عن فكرة مياه الشرب ومعالجة مياه الشرب وفكرة إعادة تدوير النفايات إيه كمان موجود في مدينة العلمان الجديدة عشان نقدر نطلق عليها مدينة صديقة للبيعة خلينا نتكلم ببعض المعايير بتاعة صديقة للبيعة إحنا بنتكلم خلاص إحنا مش عايزين أي أثار سلبية مش عايزين أي إمبعثات بنتكلم إن الطرقنات الداخلية خلال مدينة يفضل نهاية تكون بسيارات كهربائية مفيش إمبعثات كربون من السيارات اللي بتستخدم الوقود كذلك يقدر السائح أو المواطن يتحرك لأعرب مكان طرفيه وأعرب خدمات له بدون ما يستخدم وسيط مواصلات ده برضو بينشط أو بيدي انطباع جيد إن المدينة صديقة للبيعة التهوية نفسها جودة الهواء الممرات اللي بيبقى فيها تهوية تلقائية أو طبيعية بدون الاعتماد على المكيفات أو كلام ده كذلك استخدام الطاقة الشمسية استخدام الطاقة الشمسية على الطاق واسع ده يعطبا من استخدام الطاقة المتجددة وده مؤشر مهم جدا أو أحد المعايير المهمة لأننا قولي إن المدينة صديقة للبيعة ده عظيم يعني المنطقة الصناعية كنا نتكلم بس عن المنطقة الصناعية هل تمت مراعاة البعض البيئي برضو في المنطقة الصناعية عرفنا إن فيه خمس مصانع بالفعل اشتغلت وانتاجت خليني أتكلم بصراحة كده إن خلال الفترة الأخيرة دي كلها إحنا بنتكلم على العقد الصابق بالذات القيادة السياسية بتولي اهتمام كبير أو بملف البيئة فإحنا بنتكلم إن ما فيش دلوقتي مصنع بياخد تصريح أو بياخد يعني خلاص جوة هذه إنك تبدأ تشتغل إلا ما بيكون واثق إن مرحلة التشغيل دي أثناء المرحلة نفسها بتتناسب مع المعايير البيئية المحددة التخلص من مخلفات بتناسب أو تتطبق مع المعايير المحددة دوليا وموظيا طبقا للجهاز شئون البيئة طبعا ده برضو بينطبق على يعني الفكر الزاكي اللي احنا بنتكلم بي احنا بنتكلم برضو على مدينة زاكية بدو دار بطريقة زاكية مدينة واعدة أنا أعتقد إن كل مؤشرات الحالية بتقول إن المدينة دي هتكون من أحدى المدن الصديقة للبيئة احنا مش نحكم عنه الوقتي لإن لسه في أجزاء كبيرة ما تخليتش طي التشغيل فمجرد ما بتدخل الخدمات دي طي التشغيل وخلاص وصلنا المحاة نهائية إن المدينة أصبحت متكملة فبالتالي أنا أقدر أقول إن المدينة دي فعلا بتحط نفسها ضمن المدن الصديقة للبيئة طيب هل يا دكتور يعني إزاي زي ما حضرتك قلت إحنا إزاي بنقيم إن كانت هذه المدينة مدينة صديقة للبيئة ولا لا هل بيتم مثلا قياس نسبة السيوتو أو الكربون سانيوكسيد كربون مثلا في الهوى يعني إزاي بتحسر إزاي بنقسها هو أكيد بالنسبة للمصانع بيبقى فيه دايما أجهزة قياس خارج الإمبعاثات الخارجة من المصنع نفسه ولازم تكون المصنع دوت عامل طرق زي فلتريشن كده إن ما يبقاش يقدر يخرج أي إمبعاثات إلا ما تكون مطابقة للمواصفات البيئية فده إحنا بنضمنه هنا وبنضمن فيه مرأبة جديدة من جهاز شوين بيئي على المصانع وعلى كل الخدمات اللي ممكن يحصل منها إنبعاثات عظيم ده ممكن يكون تأثيره إيه على العالم التوسع في المدن الخضراء بص حردك إحنا بالنسبة لو بنتكلم عن السياحة السايح نفسه محتاج مكان طرفيهي آمن يعني أنا جاي مكان آمن مكان مفهوش أي أثر بيئي سلبي علي فبالتالي أنا بحط نفسي في ضمن الخريطة العالمية للمدن الصديقة للبيئة المدن اللي تبدأ لها رواج واسع وأنا أكاد أقدر أقول لك إن المدينة هنا تسويق لها تسويق زكي جدا المهرجان نفسه بيضيف طابع عالي بيضيف طابع أنا عايز أقول لحضرك بس إحنا في جامعة مصر البنية كنا بنظم مؤتمر إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثة القادمين كان فيه إيميل جميل أو وجلنا من أحد الباحثين هو بيقول إيه؟ بيقول هو موقع المؤتمر قريب من الشاطئ الساحل الشمالي وخاصة المدينة العالمين تخيل لما كان هيعرف إن فيه كمان مهرجان فده كان هيبقى مستقطب جبير جدا إن هو ده بقى اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم من مبارح لحد النهاردة كل هذه الخدمات اللي موجودة أي زاير هييجي مصر هييجي أي إيفنت في هذه المنطقة هيشوف وهيسأل على السواحل هيسأل على الشواطئ هيدخل هيتفسح هيزور كل المعالم اللي موجودة فيه بالضبط حضرتك وأحنا كمان ما أعتقدش إن المدينة هنا أصبحت قائمة على السياحة الموسمية فقط سواء صيف سواء شتاء المدينة أصبحت بتستقطب جميع السائحين سواء داخلي أو خارجي فده نديجة الأنشطة الموجودة طبعا والمشروعات القومية الموجودة حاليا في المدينة حولها خلينا نروح مع حضرتك لنقطة تانية مهمة جدا وهي سياحة اليخوت سياحة اليخوت منها أهم أنواع السياحة ويمكن يطلق عليها دايما سياحة الأغنية عايزة أعرف من حضرتك لأي مدى مدينة العالمين الجديدة مؤهلة لهذا النوع من أنواع السياحة وإيه العوامل المفروض تكون متوفرة أصلا لهذا النوع من أنواع السياحة سياحة اليخوت أحنا طبعا مدينة العالمين موقعها ملميز جدا على سياحة البحر المتوسط فيه طبعا مدينة العالمين يميين وفيه عندنا مراسي حاليا المفتتحة قريبا يسارا بالإضافة لمدينة التي سيتم إنشاءها قريبا إن شاء الله ربع عامين سياحة اليخوت يمكن سياحة الرئيس في خلال الشهر تقريبا أثناء افتاح محط التحية مصر عقب على الفريق كامل وزير لما كان بيتكلم عن مشروعات التنموية في المواني واتكلم عن تصديق المراكب المراكب الي كان الياخت الي كان بييجي يدخل للميناء كان زمان مثلا ممكن يعده بتاع 20 يوم عشان ياخد تصديق أو تصريح الدخول الكلام ده ما ينفعش سياحة اليخوت احنا بنتكلم مع فئة مستهدفة فئة عالية السائح اللي بيبقى معها ما يركب أو معها ياخد دوت مسائح تقليدي نعم تجارب مع دول كتير جدا الدخول فيها سهل وبسيط لازم نكون بالزبط زي هذه الدول تمام بالزبط مع وسيطي رئيس لما اقول لحضرك ان انا عايز التصريح بتاعه يخلص في 30 دقيقة هو حاليا طبقا لوزارة النقل البحري تقريبا الموضوع ممكن ياخد اربع ساعات السائح بيدخل على منصة الالكترونية بيدخل جميع البنات ممكن خلال المنصة الالكترونية دي يحدد وجهته السياحية التانية ممكن يحدد الخطط البرنامج السياحي بتاعه يحجز اللي هو عايزه كل الكلام ده بيطفي طبعا اضافة قوية طب تخيل بقى ان احنا عندنا مرينة بقرب مدينة العالمين ده يعني مش هيشجعه بس لا ده هو كمان يعني ممكن يقطع ايام اكتر في السياحة السائح بطبيعته عايز يعرف عايز يشوف عايز يستطعم طبيعة الاكل المصري طبيعة المنتنزهات المصرية بالاضافة طبعا المهرقان قوي زي كده ده بيشجع اكتر ان السائح يقدم علينا فسياحة اليهود تعتبر طبعا اضافة لشبكة الطرق اللي بيسهل الانتقال ما بين المرينة وما بين المدن الاخرى كل الكلام ده بيشجع الاستثمار في سياحة اليهود عظيم المنطقة فيها تلاتين الف ياخت وده رقم مش قليل جميل يعني لو لو اتكلمنا ان تلاتين الف شخص موجودين عندهم يخوت بيجوا مصر اعتقد ان الموضوع ممكن يتغير تماما يعني تماما اه يعني بيحتاج ايه بقى السائح اللي جاي بالياخت ممكن يحتاج ايه تاني بص هو حردك الخلاصة السائح مش محتاج اي تعقيد السائح جاي ايه اللي يستقطبه ان يلاقي كل حاجة بالنسباله سهلة يلاقي الاقامة سهلة يلاقي هو ممكن ميبقاش جاي قيم هو ممكن يدخل عندك عشان يزود وقود ياخد مؤن غزائية كل الكلام ده بالنسباله سهل ده بيشكحه اكتر ان هو يبقى خلاص انا هنا قريب من مكان من التعلمين يبقى كده محتاجين مثلا خدمات صيانة هزيه اليخوت بالزبط كده ده بالعكس ده مصدر دخل كمان اضافي وعمالة سؤال حضرتك هل الخدمات دي متوفرة بالفعل موجودة بالفعل ولا لسه جاري العمل عليها لا حاليا المراسي يانس لو احنا منتكلم على مراسي ونادي اليخوت المبنى مبنى على اعلى مستوى جميع الخدمات اللي ممكن تخطر على بال السائح متوفرة فعلا يعني حضرتك في السائح مجرد ما هو خلاص حجز ودخل واخد التصريح اللي بتاع الدخول بيلاقي جميع الخدمات اللي ممكن يحتاجها سواء للياخت سواء لأفواد التقم اللي بيعمل علياخت سواء ليه هو شخصيا متوفرة في المينة في المينة اللي خوت طيب خلينا نروح لموضوع تاني بقى في تخصصك بقى حدك في جامعة اليابانية عايز أعرف الدراسة عاملة ازاي والوافدين لأنه برضو في سياحة تعليمية طيب خليني أبشر حضرتك كده احنا في واحد يونيول سابق لو احنا بنتكلم بقى عن الاستدامة وبنتكلم عن المعايير نفسها بتاعة المعايير بقية احنا كالجامعة المصرية اليابانية كانت من طوب تن من اول عشر جامعات في مصر في تقييم تايمز للتعليم العالي ده بيصدر كل سنة بيقيم ايه الجامعات بتبص للتنمية المستدامة ازاي عاز اقول لحضرتك احنا في الجور رقم ستة اللي بتكلم عن كينين لو 떨어� في الجور رقم سبعة اللي بتكلم عن كين Matte أنرجي الجور رقم حضة واشا اللي بتكلم علي ال يعني الموضين المستدامة والمية وال الطاقة احنا أخدين فيه مراكز عالية جدا من ضمن الطوب تن في الجامعات المصرية وعايز اقول لحضرتك اللي بيقوم ع التدريس هناك بين له الخبرات البحثية التصنيف ده هيفرق كتير قوي طبعا التصنيف اللي احنا بناخده المرتبة بالضبط كده بيقص البحث بيقص التعليم نفسه المؤشر ده هو عبارة عن احنا بنملك اسئلة الاسئلة دي بتدور حوالين الطالب حوالين امكانات اللي بتوفرها الجامعة حوالين النشر الوعي حوالين نشر البحث نفسه النشر ابحث دلوقتي وربط المخرجات البحثية باهداف التنمية المستدامة ده مؤشر قوي ان فعلا الجامعة ده او المكان ده ليه نظرة بعدية طيب يفن منصب الاقبال عشان اقرأ برضو الصورة للسادة المشاهدين منصب الاقبال على الجامعة هل اختلفت او بتفرق من سنة لسنة ولا لسه موصلناش حتى يمكن للرؤية او توقعاتنا بالنسبة لديك الحمد لله رب العالمين ويعني بفضل طبعا ربنا وبعد كده الادارة المنتميزة عندنا الاعداد يعني عايز اقول حضرتك بتتضعف لكن احنا فعلا يعني قربنا نوصل للفول كابستي في الجامعة بتاعتنا بالاضافة كمان ان احنا حاليا بنطور فلايحة برنامج جديد ليه علاقة بالطاقة المدى جددة وكذلك بنعدل فلايحة برنامج الهندسة البيئية عشان نفضل مواكبين التطور التكنولوجي وتطور البيئي كل الخبرات وكل المشاكل البيئية دي وكل اساليب الحلول الحديثة بنهج الاستدامة بيتم نقلها بطريقة مباشرة او غير مباشرة للطلاب ده بيساعدهم ان هم بيبقى فيه اقبال يعني هو الطالب خلاص بقى عارف ان الجامعة المصرية مثلا فيها توجه ناحية البيئة فيها توجه ناحية التطاقة المدى جددة وده اللي السوق لعمل محتاج والفترة الاخيرة صحيح وبنقلوا هذه التجربة كمان لما بيروحوا بلادهم احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور دكتور محمود شران أستاذ مساعد قسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا لك